اشتركوا في القناة وصل كلامنا الى قوله وادخال الحجر في الطواف للتأسي بعدا قال وجعل البيت على يساره وتكلم عن ان الحجر هو داخل في المطاف قال ادخال الحجر في المطاف هذا من امور التي تجب هو ادخال الحجر في المطاف ما هو سببه وما هو دليله يقول للتأسيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا احد الاسباب السبب الاخر هو الامر به يعني وردت الروايات بذلك يعني امام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه صحيح الحلبي عنه يقول رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر اختصره في الحجر يعني دخل بين الحجر وبين الكعبة فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحد يعني يعيد هذا الشوط الذي اختصره هذا في باب 31 من ابواب الطواف حديث 3 فيقول اذا هذا من الامر به التأسي الرواية التي تذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله تأسيا به ثم امر هذا يقول يعيده يعني لم يصح لا لكونه من البيت هذا اشارة الى ان هناك خلاف انه هل الحجر من البيت ام ليس من البيت هنا ما قال لم يتعرض اذا هذا الخلاف حتى الان ولكنه فيه اشارة عند الشهيد الاول انه لا يعتبره هنا من البيت لانه قال وادخال الحجر بعدين في المتن يقول وخروجه بجميع بدنه عن البيت ان قد يكون فيه اشارة هنا في هذا الكتاب انه من انه ذكر خروج اذا لو كان الحجر من البيت لكان شمله مع قوله وخروجه عن البيت بما فيه الحجر مثلا العبارة العبارة هنا تتناسب اكثر مع ماذا مع ان الحجر ليس من البيت وان كان في الدروس قال انه من البيت وفي التذكرة قال انه من البيت الحقيقة ان هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول انه لا شيء منه من البيت وقول انه كله من البيت وقول انه بعضه من البيت هنا الشهيد الثاني يؤكد على القول الذي يقول انه كله ليس من البيت باعتبار انه يقول بل روية بل قد روية انه ليس منه ليس من البيت وذلك فيه صحيح معاوية بن عمار عن صادق عليه السلام يسأله عن الحجر امن البيت هو او عن الحجر امن البيت هو او فيه شيء من البيت قال عليه السلام لا ولا قلامة ظفر يعني الرواية الصحيحة تصرح بانه ليس من البيت ولا قلامة الظفر ولكن اسماعيل عليه السلام دفن امه فيه فكرها فكرها ان يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور الانبياء فاذا النتيجة انه ليس من البيت لانه رواية صريحة الامام كلامنا اذا في الحجر انه من البيت او ليس من البيت الحجر الشهيد الثاني يقول انه ليس من البيت شهيد الاول ظاهره هنا انه ليس من البيت وفي الدروس انه من البيت دليل الشهيد الثاني انه ليس من البيت ان الرواية تصرح بأنه ليس من البيت قرأنا رواية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت قال لا ولا قلامة الضفر ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء باب الثلاثين الطواف حديث واحد فإذا الرواية تصرح بأنه ليس فيه شيء من البيت فانتفى القولان الثانيان وإن كان بعضهم يقولوا فيهم لأنه في رواية أخرى تشير إلى هذا الشيء ولكن ممكن تفسيرها بمعنى آخر هذه أوضح وأصرح وصحيحة بل قد روي أنه ليس منه أو أن بعضه منه شو هذه أو أن بعضه منه مروي أن بعضه منه لأن الرواية ما تقول أو كذا رواية لا تصرح وليس أيضا أنه ليس منه وأن الرواية تنفي أنه منه وتنفي أن بعضه منه هو صحيح الرواية تنفي أنه بعضه منه بس هنا قصده أو هذا عطف على ماذا على قوله لا لكونه من البيت يعني لا يدخل الحجر في الطواف لا لكونه من البيت يعني السبب ليس أنه من البيت وليس أن بعضه من البيت عرفتوا كيف هذه متعلقة بعبارة الشهيد الثاني عندما قال لا لكونه من البيت ولا لأن بعضه من البيت بل لماذا لأنه تأسيا بالنبي ولأنه أمر به كما ذكرنا في الرواية الأولى عن صحيحة الحلبي فإذن وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا هذا شو خارج الحجر يعني في خارج الحجر هل أنه في مسافة أيضا يحرم إخراء يعني لا بد من إخراء أن يكون الطواف خارجها غير الحجر يقول لا من الحجر فما بعد الحجر مسافة التي هي داخلة في المطاف يعني في 24 ذراع هذه يجوز لا نزيد عليها شيء إخرج شيء آخر غير الحجر ليش؟ هذا إشارة إلى أنه في ناس يقولون من غير الشيعة من العامة الدعوة الأشياء ليست صحيحة من هذه الناحية أنه أيضا في شيء إضافي على الحجر لا بد من إخراجه من الطواف فلا يعتبر إجمعا عندنا يعني وخروجه بجميع بدنه عن البيت يعني يجب خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في بابه حالة الطواف حالته يعني حالة الطواف يعني هو يطوف أدخل يده فإذا دخلت اليد في الباب فإذا دخلت إلى الكعبة فليس بدنه كله خارج البيت صار في جزء من بدنه داخل البيت وهذا لا يجوز الباب أو غير الباب أو مشى على شاذروانه وشاذروان تعرفونه الشاذروان هذا المقدار المائل الذي في بعض جهات الكعبة وهو هذا من الكعبة يعني عندما بنية الكعبة هذا كان الحائط هو من بداية الشاذروان ولكن بحسب الرواية التي اعتمد عليها العلامة في التذكرة والتي قلنا أنه في الدروس والعلامة في التذكرة يقولان بأنه داخل البيت في ذلك الرواية تذكر أنه عندما هدمت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشر سنوات في ذلك الوقت الأموال التي كانت متوفرة يعني بتعبيرنا هذا اليوم التبرعات ما كانت تكفيري بناء البيت يعني نقص منها شيء فنقصوا من جهة الحجر قليلا بعضها قليلا ونقصوا من جهة الشاذروان فهذا الشاذروان كان هو داخل البيت فبالنسبة للشاذروان لكل العلامات اللي أذنين أن أعرفهم يقولون بأنه هذا يتعامل معهم وعملت أنه من الكعبة فلا يصح إدخال اليد إلى أثناء الطواف أو تقبيل الكعبة من تلك الناحية لأنه يكون قد دخل إلى البيت أثناء الطواف أما بالنسبة للحجر فكما ترى أنه رواية صرحت بأنه ليس من البيت رواية مصرحة فحتى لو كانت تلك الرواية الصحيحة فقد يكون أنهم لها معنى آخر يبحث فيه معنىها ولكن هنا يقول وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في بابه حالة الطواف أو مشى على شاذروانه ولو خطوة خطوة حالة الطواف يعني هو كان يمشي لو وضع يده وهو يمشي أما إذا لم يمشي أبدا وقف ووضع يده هذا شيء آخر يأتي كلامه فيه ولكن وهو يمشي ومشى خطوة على الشاذروان يقول أو مس حائطه من جهته من جهة ماذا من جهة الشاذروان لأنه يكون قد أدخل يده أيضا في الكعبة أو مشى على حائطه من جهته أو مسى حائطه من جهته ماشيا يعني أثناء الماشي لأنه إذا لم يكن أثناء الماشي بالنتيجة ما يكون حسن من الطواف بطل فلو أراد مسه مس الحائط يعني وقف حالة الطواف يعني حالة المس عفوا وقف حالة المس لألا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه يعني يقطع جزءا من الطواف يكون مشي جزء من الطواف وهو غير خارج عن البيت لازم يكون خارج عن البيت واضح العبارة إن شاء الله يقول ويجب إكمال السبع يعني السبع أشواط ويجب إكمال السبع من الحجر إليه شوط من الحجر إلى الحجر شوط يعني يكتمل عندما نبدأ من الحجر ثم نكمل الشوط فنصل إلى الحجر هذا يعتبر شوط إكماله سبع مرات بهذه الطريقة وهذا لا خلافة فيه لأنه عليه أدل هذه المسألة أنه الطواف سبع أشواط هذه مسألة متواترة متواترة وفيها روايات عديدة حتى لو لم تصحب بعض الروايات ولكن التواتر يكفي في هذا المقام وأصل مسألة جعلها سبعة أشواط هي كانت موجودة قبل الإسلام مو أنه كانت موجودة من قديم الزمان كانت موجودة قبل الأسلام من الذي وضعها بحسب بعض الروايات تقول أن الذي وضعها هو عبد المطلب يعني كان أهل مكة كانوا يطوفون لا يعرفون كم يطوفون مثل عندهم أو في الجاهدية الناس يطوفون بدون حدد معين عبد المطلب وضعه عندما نقول عبد المطلب يعني هذه نحن إذا كنا نعتقد أن عبد المطلب هو وصي فمعناها أنه وضعها بأمر من الله سبحانه وتعالى على كل الإسلام أقر هذا الشيء ولا خلافة في ذلك كل المسلمون يعلمون أن الطواف هو سبعة ومتفقون على ذلك هذه المسألة موجودة في باب التسعة من أبو الطواف حديث واحد يقول بلا خلاف على هذه المسألة وهذا موجود في صحيحة معاوية بن عمار بالنسبة لأنه من الحجر إلى الحجر من اختصر تقول الرواية من اختصر بس أقول معاوية بن عمار وما أذكر عمني يعني عم أتكلم عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم من اختصر الحجر من الحجر عفوا من اختصر من الحجر الطواف فليعد طواف من اختصر من الحجر الطواف يعني الحجر ما أدخله في الطواف يعني بطل هذا الشوط فماذا يفعل يقول فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فهذا حدود الشوط الواحد باب 31 حديث 3 حسنا سبع لا يقل يعني لأنه قال سبعة وعدم الزيادة عليها أيضا لا تقل عن سبعة ولا تزيد عن سبعة فيبطل إن تعمد الزيادة الزيادة المتعمدة تبطل أولا فيها أخبار وخلاف النص ف ولو بخطوة لو زاد خطوة عن قصد أنه هذا جزء من الطواف الذي طفل بعدما خلص الحجر الأسود زاد خطوة فعند ذلك يبطل إذا كان عن قصد ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع هنا زاد خلص الشوط السابع وأكمل ثم انتبه أنه أنا خلصت السابع أنا أعلم بأنني خلصت السابع هنا إما أن يكون قد أكمل شوطا كاملا صار ثمانيا فعند ذلك له حكمه أنه يتمه طوافا جديدا أما إذا لم يكن قد أكمل الشوط الأول يقطعه ولا يحسبه خلص بيكون الطواف الأول صحيح لأنه سهو كانت زيادة سهوية ولا يحسب طواف ثاني يقطعه فإن زاد فإن زاد يعني هو وصل مثلا مش يوصل إلى حجر هناك انتبه أنه أنا زدت فزاد خطوة ثم نوى أنه مقطع يقول هذا بطل أنه صار متعمد للزيادة صحيح أنه خطوة ولكن خطوة متصلة كانت بذلك زيادة كلها التي كانت عن غفلة غير محسوبة الزيادة للخطوة الإضافية كانت عن عمد فتبطل الطواف فإن زاد فكالمتعمد وإن بلغ الشوط السابع الثامن يعني بلغ الحجر الأسود في الشوط الثامن تخير بين القطع وإكمال أسبوعين يعني إذا وصل إلى الأسبوع بين القطع يجوز له القطع ويجوز له إكماله وأكمال أسبوعين تعبير أسبوعين يعني طوافين هذا المقصود طواف كامل آخر إنه أكمل طواف يعني أكمل أسبوع أسبوع سبعة يعني ويكمل طواف ثاني يعني سأسبوع آخر فعند ذلك هل الأول مستحب والثاني واجب أو العكس يعني فيه خلاف أيضا بهذه النقطة هو أكمل أسبوعين ولكن هل الأول هو مستحب والثاني أعتبر هو الواجب أو الأول واجب والثاني مستحب هنا يقول أن الثاني هو المستحب يعني الأول هو الواجب وهذه إلها أثر عندما يصلي صلاة الطواف هل يصلي صلاة الطواف عن الأول والله عن الثاني إذا كان الأول هو الواجب فيصلي صلاة الطواف عن الأول لأنه صلاة الثانية يصليها بعد السعي كما سيأتينا حتى لا يفصل أو يريد أن يصليها بعد السعي يستطيع إذا كان الثاني هو المستحاب فمعناه أنه يستطيع أن يفصل صلاة الطواف عن الطواف أما بالنسبة للواجب لا يستطيع أن يفصل بس إذا كان الثاني هو الواجب والأول المستحاب فصلاة الطواف التي سيصليها قبل السعي ستكون للثاني وليس للأول فلها أثر هنا حكم أنها لماذا؟ أن الثاني هو المستحب والأول هو الواجب لأجل ذلك قال ويقدم صلاة الفريضة الفريضة الأولى يعني بالنسبة للطواف الأول لأن صلاة واجبة هذه أصبحت على السعي ويؤخر صلاة النافلة يعني الثاني هو المنافلة المستحب فصلاته يؤخرها عن السعي يأتي يسعى ثم يأتي فيصليها واضح؟ قال والركعتين يعني تجب الركعتين خلف المقام مقام إبراهيم عليه السلام في هذا روايات طبعا عديدة بعضها قد لا تكون صحيح لأنها مرسلة ولكنها هذا لا خلافة فيها أولا وثانيا أنه قد تكون مستفيضة من هذه النهاية يقول في صفوان عن الصادق عليه السلام ليس لأحد أن يصلي ركعتين طواف الفريضة نتكلم عن الفريضة يعني طواف الوهجب إلا خلف المقام لقوله لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة إذن لا تجوزوا إلا خلف المقام باب 72 من أبواب الطواف حديث 2 ويوجد روايات غيرها كما ذكرت بخدمتكم هذا بالنسبة لخلفية الركعتين بالنسبة للمقام أما أنه أصل صلاة الركعتين فروايات أخرى تدل عليها تذكر أنه عند المقام فمنها صحيحة معاوية هذا تفيد كونها صحيحة يعني فهذا تفيدنا هذه صحيحة تلك مرسلة هذه الصحيحة تذكر المقام ولكن لا تذكر أنه خلف المقام فممكن من هذه الناحية أن العلماء ومنهم الشهيد الثاني يقولون أنه خلف المقام أو بجانبه بجانبه تقول ائتي المقام فهذه صحيحة معاوية عن صادق عليه السلام معاوية بن عمار يقول إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين خب هذه رواية صحيح وتذكر أنه يأتي المقام فالأتيان المقام ليس بالضرورة أنه خلف المقام نعم روايات أخرى تخصص كلام آخر منها نشوف تلك الرواية هل بقوة هذه الرواية أم لا على كل حيث أي مقام حيث هو الآن يعني التبديل صرح فيه كما بالنسبة لحدود المطاف المقام حيث هو الآن الصلاة الصلاة الطواف أيضا حيث المقام الآن وذلك موجود في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قلت للرضى عليه السلام أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حيث هو الساعة وهذه صريحة بالمراد باب 71 طواف باب الطواف حديث 1 خلف المقام قاله من الشهيد الأول الشهيد ثم يقول أو إلى أحد جانبي وإنما أطلق الشهيد الأول فعلهما يعني الركعتين خلف المقام تابعا لبعض الأخبار التي ذكرت لكم رواية يونس التي ذكرتها لكم لكن قلنا أنه هي عديدة يعني ليست واحدة أطلق أطلق صلاة الركعتين أطلق فعل صلاة الركعتين فعلهما خلفه خلف المقام يعني ولم يقل بجانبيه وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلف خلفية خلف المقام وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية وفي الدروس يعني ثلاث أقوال عنده في المقام قول أنه فقط خلف المقام كما فعله هنا وقول في الألفية أنه خلف المقام أو إلى أحد جانبيه كما هذا في الدروس وقول ثالث هذا في الألفية قول ثالث في الدروس فعله ما في المقام في المقام قال إذا كان العرفي المقام العرفي يعني كان البناء الموجود يعني داخل البناء الموجود يقول ولو منعه زحام أو غير زحام يعني الشرطة منعته مثلا صلى خلفه أو غيره صلى خلفه هذا الكلام وين في الدروس أو إلى أحد جانبي يعني هذا قول واحد قول الدروس يقول فعله ما في المقام داخل المقام داخل المقام ما كان في مجال فيصلي خلفه أو إلى أحد جانبي هذا قوله الثالث قول أنه خلف المقام فقط قول أنه خلف المقام أو أحد جانبي المقام قول أنه داخل المقام ولكن إذا لم يستطع أن يصل لداخل المقام فيصلي إما خلف المقام أو إلى أحد جانبه المقام والأوسط أوسط يعني شو أن يصلي خلف المقام أو إلى أحد جانبه المقام يعني هو يختار القول الأوسط لأجل ذلك قبل قليل قال أو إلى أحد جانبه أعطى رأيهم الأول شيء الثاني ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين لأجل ذلك قبل شوي بحثنا أن هذه الصلاة الركعتين صلاة لحيصليها للطواف الأول ولا للطواف الثاني المندوب ولا الواجب وأيهما مندوب وأيهما واجب فهنا بدو يعين فيعين قصد الصلاة للطواف المعين متقربا للقصد والقرب دائما أنه يتحتاج إلى قصد وقرب المعين متقربا طبعا هنا قصد التعين إذا كان الزكر الخصوصيات أو تعين الخصوصيات تكون واجبة في حال أن كان لها ربط بالتعنين أما إذا لم يكن لها ربط بالتعنين فلا داعي للخصيات التي تميزها عن سبا هو الأولى إضافة الأداء يعني ينوي الأداء ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد والمقام أفضل ليش لأنه ليطلق روايات عندما تتكلم عن الصلاة تتكلم خلف المقام أو عند المقام فعند ذلك المقام يبقى أفضل وتواصل أربعة أشواط حتى يصلح هو الواجب سبع أشواط أصل المقدار الواجب سبع المقدار الذي يجب أن يكون متواصلا هو أربعة بمعنى أن القطع ليس أنه يقطعهم كيفما شاء ولا أي شيء لا يجوز القطع في موارد ما بعد الأربعة هناك موارد لا يبطل فيها الطواف ما بعد الأربعة أما قبل الأربعة فيبطل الطواف إذا قطعهم وتواصل أربعة أشواط فلو قطع الطواف لدون أربعة بطلة طواف مطلقا مطلقا يعني حتى لو كان القطع لضرورة لابد له من وإن كان لضرورة يعني بطلة أو دخول البيت يعني أطلاق هذا مرتبط بما سيذكره من قوله وإن كان لضرورة أو قطعه لدخول البيت صار عنده شيء دخل البيت فقطع الطواف قبل أربعة أو صلاة فريضة ضاق وقتها فصارت هي هذا مانعا شرعي هذه ضرورة شرعية تعتبر أرد أن يصلي صلاة العصر مثلا أو صلاة الصبح فستطلع الشمس فعند ذلك قطع الطواف نعم يجوز له القطع باعتبار أنه مضطر شرعا لذلك ولكن طوافه يبطل فيعيده وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة ممطلقا إذا عم نتكلم نحن عن ماذا عن الواجب عن طواف الفريضة وصلاة فريضة يعني موارد جواز القطع هي الموارد التي ذكرها قبل قليل أنها تقطع لو قبل الأربعة بعد الأربعة يجوز فيها القطع وبعد الأربعة بإضافة بعض الأشياء الأخرى وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة واحد اثنين لصلاة فريضة يعني حتى لو لم تكن مضيق وقتها بده يحصل ثواب الأول وقت لصلاة فريضة لا عفوا لا يقول ضاقة وقتها أو صلاة فريضة ضاقة وقتها لا بلى وصلاة فريضة تلك ضاقة وقتها بالنسبة لدخول قبل الأربعة بعد الأربعة لصارت فريضة مطلقا يعني حتى لو لم يضيق وقتها ونافلة يخاف فوتها تلك خوف فريضة الصلاة الواجبة أو خوف فوات نافلة يعني ذهب وقت نافلة بحسب الوقت المحدد لها وقضاء حاجة مؤمن قلت أنه في شيء إضافي على ما ذكره سابقا وهي قضاء حاجة المؤمن لا مطلقا ليس لأي شيء يجوز له القاطع وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود لأنه لم يبطل فإذن عليه أن يكمل ولا يجوز له الزيادة فإذا كان لا يجوز له الزيادة يعني لا يجوز له الرجوع يعني أن يبدأ قبل فترة ولا أن يبدأ بعده لا يجوز له الزيادة ولا النقيصة فإذا لم يحفظ المكان معنى ذلك أنه إذا بدأ بعد المكان الذي كان قد بدأ فيه فقد أنقص وإذا بدأ قبل فقد زاد وهذه في фот Chapter مشكلة حذرا من الزيادة او النقصان ولو شك اخذ بالاحتياط كيف يأخذ الاحتياط لا ينبغي ان يزيد حفظ المكان ثم وصل الشك في هذه يرجع يبدأ من مكان بخلفه شوي وينوي انه عندما امر على المكان الذي وصل فيه من هناك ابدأ يعني يبدأ يمشي يرجع الاحتياط انه يحتمل هو بين هاي الخطوة الخطوة السابقة الاحتمال السابق وينوي انه من حندما اصل الى المكان الذي قطعت منه فانا بدأت بالاكمال الطواف ولو شك اخذ بالاحتياط هذا في طواف الفريضة يعني وجوب مراعاة هذه الامور في طواف الفريضة اما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقان يعني اذا كان عندهم عذر يجوز له القطع يبني من المكان الذي قطع فيه سواء كان قبل الشوط الرابع والله بعد الشوط الرابع يبني على ما اتى به صابقا يعني ويكمل فلا يعيد لا اما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقان يعني ليس فيبني فيبني فيه لعذر المطلقان ليس فقط لهذه الاعذار التي ذكرها يعني صلاة الفريضة والنافلة وضرورة وقضاء حاجة المؤمن لعذر اخرى ايضا يجوز له ان يبني فلا يتقيد بهذه الاعذار فقط اذا كان بعد الاربعة اذا كان قبل الاربعة يقول ويستأنف قبل بلوغ الاربعة لا له مطلقا يعني اذا كان قبل الاربعة وقطعه ليس لعذر عند ذلك يعيده فاذا قطع قبل الاربعة لعذر معناه لا يعيده ايضا في النافلة فكيف صelled عندنا صور النافلة طواف النافلة صار عندنا باي حدود باي كملة وقسم اذا طواف النافلة اذا كان لغير قطعه لغير عذر بعد قبل الاربعة لغير عذر قبل الاربعة يعيده اذا قطعه لغير عذر بعد الاربعة لا يعيده إذا قطعه لعذر في الأربعة أو بعد الأربعة يكمله وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا يعني حتى لو أعاده لقطعه لغير عذر قبل الأربعة أيضا يصح هذه الصورة هنا قلنا أنه لا تصح قطعه لغير عذر قبل الأربعة قلنا أنه يعيده هنا يقول لا يعيده في الدروس يقول لا يعيده حتى في هذه الصورة لا يعيده هذه رواياتها موجودة في بواب من 40 إلى 45 تقريبا عدت روايات موجودة بها المقام فيها روايات أخرى أيضا تفيد هذه الأشياء التي ذكرت في هذا القسم ولكن بين 40 إلى 45 عدت روايات تفيد في مقام الأمور التي ذكرناها هنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد